اشتركوا في القناة وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قنبك وبالآخرة هم ينقلون أولئك على هدى من وقتهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سوى الله عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لما يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشهاوة ولهم عدم عظيم ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عدمهم أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألمنا إنهم المسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا سبار ونؤمنوا كما آمن السبار ألا إنهم هم السبار ولكن لا يعلمون وإذا لهم الذين آمنوا قالوا أمننا وإذا خلوا إلى شياطينهم قرروا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهتاة فما ربحت تجارتهم وما كانهم متدين مثلهم كمثل الذي استوضد نارهم فلما أضعتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يحصروا صمهم بطم عمي فهم لا يرجعوا ألك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرد يطف أبصارهم كلما أظل الله لهم نشغ فيه وإذا أظلم عليهم قرروا وله شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنه رغى على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي الذي جعل لكم مرضى فراشا وسمعنا أبناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شوداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النمر التي وقودها الناس والعجارة أعدت للكمفرين وفشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واغتوا به متشابهانا ولهم فيها أدواج مطهرة وهم فيها صالحون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وإنما بعوضا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رفهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخواسرون كيف تكبرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكنا في الأرض جميعا ثم سواه إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء فلما أنبئهم بأسماء هؤلاء قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الزموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها غدا حيث شئتما لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بغوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من رفيه كلمات فتاب عليه إنه هو التوامب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرههون وأفنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقينوا الصلاة وأناتوا الزكرة وارجعوا مع الضاتعين أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصدق والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الخضاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العذاب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقض منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فلعون يسومونكم سروا العذاب يذبحون أبناءكم ويستحرون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأبرقنا آل فلعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاغتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواه الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونها ولكن كنروا أنفسهم يظلموا وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا إهزا من السماء بما كانوا يفسقون وإن استسقى رسال قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه اثنتها عشرة عينا قد علم كله ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعزوا في الأرض مستدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغنها من بغنها وقتائها وخومها وعتسها وبصرها قال ما تستبدلون الذي هو أدنى في الذي هو خيب اذبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وقربت عليهم الذلة والمسكنة وبالوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابهين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خرف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خدنا ميزاقكم ورفعنا فوقكم وطور قدوا مما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاصرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاصرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فابعلوا ما تؤمروا قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا ما وإنها إن شاء الله لن تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا بلون تثير الأرض قال لا تسقي الحق فمسلمة ناشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلوا وإن قتلتم نفسهم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تتموه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتها ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلوا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ما تعملون أستطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قولوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قولوا وتحسدونهم بما فزح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون فويل من الذين يكترون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتقتم عند الله عهدا فلن يغلب الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سجئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميذاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وفي الوالدين إحسننا وللغربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإن أخذنا ميذاقهم لا تسفدون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم عزارات فادوهم وهو محرم عليكم لخراجهم أبا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم الفينات وأيدناه بروح القدس أبا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فضليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمن معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله قضيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قولوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم تغطتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا قدنا ميذاقكم ورفعنا فوقفوا طور خذوا مما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بسما يمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يرد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن له نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وهدى وهشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبده فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولها إنما نحن فتنة فلها تفر فيتعلمون منهما ما يفرغون به بين المرء وزوجه وما هم بضغاتين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خنهاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعلا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشانا والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد طل سواها السبيل واتكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرا تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليزت النصارى على شيء وقالت النصارى ليزت اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرافها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خوائفين لهم في الدنيا آخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمطرب فأين ماتوا والنوب ثم وجرا إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعتا هواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لكم من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يفر به فأولئك هم الخاصر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنه واتخذوا من مقام إبراهيمه صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطوائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم الغواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا ملاسكنا وتب عليناها إنك أنت تتوى مرحيم ربنا ودع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم سهداء إذ حضر يعقوب الموس إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولها تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهددوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إليها وما أنزل إليها إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط وما أوتي نوسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكه الله وهو سبيع العليل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفناء من الناس ما وإله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشغى إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهتنا على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على العقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذوا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوة رحيم قد نرى تغل برجيك في السماء فلنولينك قبلة سلطنها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن تيسى الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنان أهوه وإن فريقا منهم ليترون الحق وهم يعلمون ألحق من ربك فلا تكونن من الممترين وإكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرارة وإن هنا الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرارة وحيث ما كنتم فرعنوا وجوهكم شطر لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما نعم أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا متكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيناه ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذن أصابتهم نصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعاها إلا ما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم إن الذين يكترون فما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنتم ومرحين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الوقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دافة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيانة لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندات يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسروات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا غضوات الشيطان إنه لكم عدو مبي إنما يعملكم بالسوء والفحشماء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباء أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءه وإذا صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرون الله واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمر لهم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطرغ غير باغ ولا عاد فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النهار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النهار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لنسى البر أنت والنجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حقه ذوي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس ماء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يناء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضراحتكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأضربين بالنعروف حقاً حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما لا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جلفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدوداً فمن كان منكم مريضاً أو على سفر بعدة من أيام مخط وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فريصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هتناكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نساءكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعقى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفات ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لدخلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقارى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يغاتلونكم ولا تحتدون إن الله لا يحب المحتدين واقتلوهم حيث تغفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا يزالون والفتنة أشد من القتل ولا تغاتلوهم عند المسجد الحرى ولا تغاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لنا فإن انتهوا فلا عدوا من إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتنوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتنوا الحج والعمرة للنا فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استهسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أعلم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا ناء أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من رفكم فإذا أطلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالي ثم أفيضوا من حيث أخاط الناس واستغفر الله إن الله أقول رحيم فإذا قضيت الناس ككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ما آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا ما آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذابا ما آتنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحسنان واذكروا الله في أيام محدودان فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن لكم إليه تحشرون ومن الناز من يعجبك قوله في الحناة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألت الخصار وإذا تولى سعى في الأرض يسد فيها ويرلك الحرث والنسل والله لا يحب الفسنان وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسروا جهنم ولدس المهاد ومن الناس من يشعي نفسه ابتضاء مرضات الله والله رغوث بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كام غافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا قضوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتهم من بعد ما جاء أتكروا البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يتيه الله في ظلل من الغباب والملائكة وقبي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلب الإسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم يوم الخيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وانذرين وأنزل معه الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيهنات بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستقهم البأس والضواء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألون كما لا ينفقون ظلما أو صغط من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو فره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والبتنة أكبر من القتل ولا يزالون يغاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرسدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسي قل فيه مدائف كبير ومنافع للناس وإذنهم مدام أكبر من نفعهم ها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتام قل مصلاح لهم خير وإن تخالضوهم فإخوانكم والرغ يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ولا أمث مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنون ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للنسل لعلهم يتبكرون ويسألون ويسألونك عن المحيط قل هو أذر فاحتذلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى ولا تقربوهن حتى لا يظهر فإذا تطهر لتأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حظكم أنها شدتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وفشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبطا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من مصنائهم تربص أربعة أشهر فإن فهاء فإن الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمضلقات يدربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن في الله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا وأن لا يخيما حدود الله فإن خفتم أن لا يخيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما استددت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعت حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنها أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقت النساء فبلغن أجلا فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سدحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكم يعظ كم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا صلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا يتراض بينهم بالمعروف ذلك يعظ بي من كان من يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلى وسعها لا تضار ووالدت بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون وصير والذين يتوفون منكم ويذرون أدواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا وعلموا أن الله غفور حليل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تنسوهن أو تفضوا لهم فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاه وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسأوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوانة والصلاة الوسطى وقوموا إلا هقارتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لن تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتو ثم أحيناهم إن الله نبوط من على النه ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليك من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني الله لمن بعد موسى قالوا لنبي لهم وعهل لا ملك نقاتل بسبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم الغتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنى مائنا فلما كتب عليهم الغتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي إن الله قد بعث لكم قالوا تمركا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسع ولم يؤتسع من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاد بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملك من يشنى والله واسع عنه وقال لهم نبيهم إن آية مركه أن يأتيكم التنهوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملمائك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم المؤمنين فلما فصل قال أن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليز مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غفة بيده فشربوا منه إلا قريلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا يقروا جاوزه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما درزوا لجالوتا جنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقفل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس فعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتروها عليك في الحق وإنك لمن المرسلين تلك رسول فضل بعضهم عابع منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح قدس ولو جاء الله مقسة الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَّهَرَ زَبْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ وَلَا بِيْهِ وَلَا كُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْغَيُّونَ لا تأخذه سنة ولا نور له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يَعْلَنُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُهُ حِظُهُمَا وَهُمَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْءِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّابُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُسْطَانَ وَبِصَامَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحابنا لهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المضرير فبنيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الرالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنا يحييها به الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم؟ قال بل بثت عام فانظر إلى أطعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتها قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقف أربعة من الطير فاضرهن إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتي لك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من له ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة إن يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق مالهم لأهاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراه فأصابه وعبره فتركه صدى فتركه صدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدل قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتضوا أمرضات الله وتذبيتا منها أنفسهم كمثل جنة برضوة أصابها هوابه فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها هوابه قطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناد تجري من تحتها الأنهامار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابهنا إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تضمقوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرى يأمركم بالبحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلها والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباد وما أنفقتم من نفقة أو نذقتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصر إن تبدوا الصدقات فنعناه وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغوا أرجينا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضغدا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أنوالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا سوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتغبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الله لهم فيها خالدون ينحق الله الحبا ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار نتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الجبه إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنفرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفها كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذين إلى أجر مسمى من تكتبوه وليكتب بينكم كاسب بالعدل ولا يأبى كاسب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رفه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن تضل من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك المقصد عند الله وأقوم للشهادة وأبنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاطرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا بل يؤدي الذي ائت من أمالته وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آفم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذناها إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا بسرا كما حملته على الذين من قضينا ربنا ولا تحملنا ما لها طابة لنا به واعف عنها واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر